مع مجموعة البرامج اللي رح نشوفها بفيديو اليوم استخدام التيرمينال رح يصير أجمل بكتير وأسهل بكتير وأكتر إنتاجية لأن مثل ما بنعرف فالتيرمينال هي واحدة من أكتر الأمور اللي بتميز نظام التشغيل لينوكس عن نظام التشغيل ويندوز ورغم أنك ما لك محتاج أنك تستخدم التيرمينال لحتى تستخدم لينوكس بس بعد ما تتعود عليها بعد ما تستخدمها مرة واثنين وثلاثة وتتعود عليها رح يصير عندك إدمان على التيرمينال وتقول يا ريت أني تعلمت أني استخدمها من زمان فهي البرامج هي عبارة عن مجموعة منطقات وليست حصرية لعدد من بدائل البرامج الأصلية اللي بالأساس ببداياتها كانت مكتوبة لنظام يونيكس وبعدين تم تصديرها إما لمشروع جنو أو تم كتابتها لتشتغل على نظام لينوكس وبالتالي فهي برامج قديمة بعضها من السبعينات، الثمانينات، التسعينات وبالأعمل أغلب معظمها وليس جميعها اللي ما تطورت أو ما تحسنت بشكل أكبر ما بتستفيد من التقنيات الجديدة مثل تعدد الأنوية مثل محاكيات التيرمينالز أو التيرمينالز اللي بتدعم عدد ألوان لمتناهي وبتدعم اليونيكوود القائمة ما فيها أي ترتيب محدد بس في بعض الأوامر رح تشوف أنك تستخدمها بحياتك اليومية بشكل أكتر من البرامج الثانية بهاي القائمة وأكيد بسندوق الوصف رح اترك الروابط لكل واحد من هاي الأوامر أو البرامج اللي رح نحكي عنها بالفيديو البرنامج الأول اللي هو بديل عن أمر LS هاد الوحيد اللي رح يكون في عندي بديلين بدل عن بديل واحد أنا وهنين برنامج LSD وبرنامج EXA لأن البرنامجين متشابهين بشكل كبير مع بعض الاختلافات أو مع اختلاف بسيط بينهم أنا وهو أنه برنامج LSD متوافق بشكل أكبر مع الفلاكس أو الأوبشنز الخاصة ببرنامج LS الأصلي أو الأساسي على سبيل المثال فلاك داش كابيتال زي اللي بيستخدم لحتى شوف خصائص الأمان أو السيكيوريتي كونتكست الخاصة بملف معين غير هيك إذا بتستخدم هاد البرنامج أو هاد فرح تحصل على نتيجة مرضية وأفضل بكتير من إنك تستخدم LS الأصلي لأنه وقت اللي بتستخدمه ما رح يكون فيه عندك ألوان ما رح يكون فيه عندك أيقونات فأنا باستخدام إما LSD أو EXA رح حل هاي المشكلة ووقت اللي بكتب أمر LSD أكيد رح يكون فيه عندي نتيجة مرضية أكتر من إني استخدم الأمر الأساسي فرح يكون فيه عندي ألوان رح يكون فيه عندي أيقونات إذا كنت عمالي استخدم طبعا خط بيدعم الأيقونات طبعا بالفيديو وقت اللي بتشوفوني عمالي أكتب أي أمر ضمن كوتيشن مارك فهو الأمر الأصلي لأن أغلب الأوامر اللي عمالي أحكي عنها أنا وقت اللي بيستخدمها فبكون عامل لها الياسات بأسماء البرامج الأصلية أو الأوامر الأصلية فوقت اللي بقول مثلا LS أنا فعليا إما عمالي أكون عمالي أستخدم LSD أو EXA اللي هو الألياس وقت اللي بحطها ضمن الكوتيشن فبكون عمالي أرجع للأمر الأصلي فمتل ما حكيت LS يعني بشكله الطبيعي لا بيعطيني قائمة لا بيعطيني البرامج المخفية طبعا هلا أنا بحط له الفلاقات مثل L-L, L-A, L-H لحتى أحصل على هاي الأمور بس إذا حطيت LS لا ننسى أنه هاد عبارة عن الياس لا L-SD رح شوف أنه في عندي أيقونات في عندي ألوان في عندي المجلدات مرتبة قبل البرامج أو قبل الملفات شايف أنه عندي التاريخ والساعة ما أعمل لهون فورمات مختلف عن الفورمات الأساسي شايف أنه أحجام البرامج والملفات ظاهرة بأرقامها الفعلية الطبيعية بدلا ما تكون ميل بايت أو الكيلو بايت اللي ما حدا رح يفهمها فيعني رح يعطيني تجربة استخدام مختلفة وأكيد رح تكون أفضل بكتير من أني استخدم LS الأساسي البرنامج الثاني هو برنامج حارق خارق متفجر وهو المفضل عندي بكل هاي القائمة واسم البرنامج زوكسايد اللي هو عبارة عن بديل زكي لأمر CD اللي بيستخدمه لإني انتقل من مجلد لمجلد أو من مسار لمسار الأمر بسيط بغاية البساطة وأنا وقت اللي بدي استخدمه ما رح اكتب زوكسايد بالكامل وإنما بيكفي أني سبت البرنامج طبعا أغلب هاي البرامج متل ما حكيت رح تكون موجودة بسندوق الوصف الروابط لها بالكامل وكيفية تثبيتها يعني 99.9% رح يكون باستخدام مدير الحزم اللي موجود الخاص بالتوسيع اللي عندك أغلبها موجودة على المستودعات الرسمية فبالنسبة لأمر زوكسايد أو برنامج زوكسايد متل ما حكيت أنا ما رح اكتب زوكسايد بالكامل وإنما بيكفي أني بعد ما ثبته أني ضيفه للصدفة اللي عمالي استخدمها سواء كانت باش سواء كانت زي اس اتش سواء كانت فيش فبحالة زي اس اتش على سبيل المثال إذا فتحت ملف الكونفج الخاص فيها اللي كان دوت كونفج زي اس اتش فأنا رح شوف أنه بنهاية الملف أنا ضايف سطر واحد اللي هو اينيت اللي هو زوكسايد اينيت زي اس اتش بهاي الطريقة صار البرنامج موجود بالصدفة اللي بدي إياها وقت اللي بدي استخدمه للمرة الأولى فقط المرة الأولى أنا لازم أني أعطي المسار الكامل للمجلد اللي بدي رحله فإذا قلت له زي لنقول على سبيل المثال بدي روح للداونلوت بدي روح للدوكيمنت فهلأ قلت له زي وعطيته مسار الدوكيمنت سأله رح اكتب زي لارجع للمسار الأساسي بهاي الحالة الدوكيمنت انضاف لقاعدة بيانات زوكسايد فهلأ وقت اللي بدي روح مرة تانية ارجع لمجلد الدوكيمنت ما في داعي اني اكتب دوكيمنت بالكامل رح قل له زي دوك وبس بدون أي شيء تاني بضغط انتر وبشكل سحري انتقل للدوكيمنت في اسهل من هيك طريقة سهلت علي وقت وسهلت علي استخدام الكيبورد كتبت حرفين ثلاثة وصورة واشرة موجود بهذا المسار طيب لنقول انه انا في عندي عدة مجلدات كلها بنفس الاسم بس موجودة بمسارات مختلفة بهي الحالة هون رح يجي عندي وظيفة البرنامج الرابع البرنامج التالي اللي هو الفزي فايندر وقت اللي بدمج هدول البرنامجين مع بعض الزوكسايد مع الفزي ف رح احصل على نتيجة مرضية فهلا انا اذا جيت وكتبت زي بدي روح لمجلد اسمه بين خليني اكتب زي بين بعدين رح اعطيه سباس ورح اضغط تاب متل ما لي شايف انه اعطاني قائمة بكل المسارات اللي انا زايرها من قبل اللي فيها مجلد بين لحتى انتقل بين هاي العناصر بهاي القائمة بيكفي اني اضغط على كونترول ان او كونترول بي لحتى اروح للمسار اللي بدي فلو اجينا لهذا المسار وعطيته انتر رحت مباشرة للمسار هاد طبعا المسار اللي بزوره او المجلد اللي بزوره بشكل اكتر من غيره رح يعطيه رانكينج اعلى بحيث انه انا وقت اللي بدي ارجع مرة تانية لهذا المجلد لهاد المجلد بدون ما اضغط الاسبايس او التاب هو رح يعرف انه هاد زا هو اللي له الرانك الاعلى ويرح له مباشرة بدون ما ارجع للقائمة مع هاد البرنامج الزوكسايد انسى الـ طبعا انا كمان عامله عامله الياس للسي دي يعني انا اذا سيت اني اكتب زي وكتبت سي دي فهو فعليا عماله يستخدم الزوكسايد البرنامج الرابع اللي هو بديل لأمر دي يو اللي بيستخدمه لحتى شوف احجام الملفات والمجلدات بحسب الترتيب الاكبر او الاصغر واللي عمالها تستهلك المساحة الاكبر من مساحة الموجودة عندي بحالة البرنامج الاصلي او الامر الاصلي دي يو فانا وقت اللي بكتبه بشكله الطبيعي رح شوف انه يعني غير واضح وغير مفهوم وعطاني ارقام ما بعرف شو هي عطاني قائمة طويلة عريضة ولازم اني ارجع للمان بيج لحتى اعرف شو بيعمل كل واحد من هاي الابشنز وشو معنى كل واحد من هاي الارقام فيعني الامر الاصلي امر مضيع اما امر وقت اللي بكتبه طبعا متل ما حكيت اللي موجود ضمن كوتيشن هو الامر الاصلي وليس الاليس فوقت اللي بيستخدمه رح شوف انه عطاني نتيجة مرضية اكتر بكتير عطاني المجلدات بالمسار الحالي اللي انا موجود فيه مرتبة بشكل شجرة بشكل تري عطاني الاحجام بارقامها الفعلية الطبيعية بالميجا سواء كانت بالميجا ولا بالجيجا ولا بالكيلو عطاني الوان المجلدات عطاني تمزيل بياني لكل واحد من هاي الاحجام اذا كنت بدي استعرضه بترتيب تصاعدي او تنازلي هلا انا رح استخدم الاليس مباشرة اللي انا حاطه دي هو الدي يو مثل ما حكيت بدل برنامج الاسم الاصلي ورح يرتب لي بشكل تنازلي فكمان يعني رح شوف انه هات الشكل الصح اللي لازم يكون فيه البرنامج طبعا ما فينا اللوم البرنامج الاصلي لانه مثل ما حكيت مكتوب من السبعينات والثمانينات اما بايامنا الحالية فانا بستخدم هات الشكل لانه يعني بسهل علي الامور اللي انا بدي اما البرنامج الخامس فهو بديل لامر كات اللي بستخدمه لحتى اني استعرض محتويات ملف نصي اللي هو برنامج بات كات بات يعني ما تغير عندك اي شي واذا كنت حاطت الياس لبات بدل كات فما رح تحس باي اختلاف وبالاساس الاختلاف هو حرف واحد يعني ما في عندك اي ضياع بحالة كات البرنامج الاصلي او بالامر الاصلي انا وقت اللي بكتب اسم برنامج وقت اللي بكتب كات وبعدين بعطيه مسار محدد او ملف محدد فرح شوف انه يعني رجعلي الملف بالكامل رجعلي الملف النصي بدون اي الوان بدون اي ارقام اصطور عطاني نهاية الملف باعتبار انه ملف طويل لحتى ارجع لبدايته لازم اني استخدم الماوس او عجلة الماوس لحتى ارجع لبدايته فيعني ما لها الوضع المناسب في حين لو كتبت بدل كات كتبت بات رح استبدل ال سي بال ب اضغط انتر فرح شوف مباشرة الاختلاف الكبير بين البرنامجين وسهولة قراءة الملف النصي باستخدام الكات لانه هايلايتين طبعا هي خاصة بكل لغة من اللغات او بكل نص حسب باعتباره انه البروفايل فهو ملف باش عطاني الوان محددة للباش فيه عندي لكل اللغات رح تكون الالوان مختلفة عطاني ارقام الاسطر قراءة الملف اسهل بكتير لحتى باعتباره انه هاد ملف طويل لحتى شوف الاقسام المتبقية من النص باستخدم احرف الجي والكي لانزل لسحت واطلع لفوق وقت اللي بكون خالص من هاد الملف وبدي اطلع منه بيكفي اني اضغط على زر كيو او حرف كيو لحتى اطلع من هاد النص اما البرنامج السادس اللي هو بديل لأمر مان او لبرنامج مان البرنامج الشهير اللي نستخدمه لحتى نشوف المان بيج الخاصة بالأمر او البرنامج اللي بدي انا وهو برنامج تي ال دي ار طبعا امر مان امر ضروري جدا ولازم انك تستخدمه بس المشكلة مع مان انه ببعض الاحيان انت رح تكون مضطر انك تقرأ صفحات وصفحات وصفحات لحتى تفهم كيف ممكن انك للدي ورح شوف انه في عندي قسم كبير لحتى اعرف كل واحد من الفلاقات شو بيعمل وكيف ممكن اني استخدمه وكثير من الناس يعني ما لها مستعدة انها تقرأ صفحات وصفحات وصفحات هون بيجي عندي دور برنامج تي ال دي ار اللي هو بالأساس مصطلح منسمعه ومنشوفه البرنامج اللي بكل بساطة وقت اللي بيكتبه رح قاله تي ال دي ار وكمان رح اعطيه اسم الامر او البرنامج اللي رح يعطيني اخت شرح مختصر جدا لش اللي بيعمل هاد البرنامج وبعدين رح يعطيني مجموعة من الامثلة اللي كيف ممكن اني استخدم هاد البرنامج او هاد الامر وهاد اللي هو اغلب الناس بتكون بثهية وقت اللي بتها تعرف كيف ممكن انها تستخدم امر محدد وما في داعي اني اقرأ صفحات وصفحات وصفحات ومثل ما حكيت ببداية الفيديو هاي القائمة ليست حصرية وفي بدائل كتير وكتير بدائل معاصرة كتير وكتير اذا في عندك بديل معين تستخدمه وما نذكر بهذا الفيديو فلا تنسى تترك لي بقسم التعليقات لحتى غيري وغير لحتى غيرنا يستفيد منه واذا انا ما بعرف اتعرف عليه واذا عشب كون الفيديو لا تنسوا ضغط زر الاعجاب ولا تنسوا مشاركة المحتوى وبأمان الله